موجز الأخبار المحلية مع مظهر حركة عشر الأوساط 14.50 آئين صباح الخير عزيزي المستمعين هل بدأت فعليا عملية رفع الستارة أمام منصة مهرجان الانتخابات العامة في مقاطعة كبك مع الكلام الصادري عن وزير الشؤون البلدية في حكومة جون شاري لوران للسار وللمرة الأولى ليرجح فيه توجه الكبكيين إلى صندوق الاقتراع بعيد عيد العمال القادم أي في الرابع من شهر أيلول سبتمبر الموعد المتداول منذ فترة شاري المبتسم في هاليفاكس حيث يحضر اجتماع الفيدرالية لم يجب على سؤال يتعلق بموعد الانتخابات لكن الابتسامة خفت عندما قيل له ما صرح به للسار ليعلق لم ألتقي به مؤخرا وسنأخذ اقتراحه بعين الاعتبار ليستطرد ويقول أكثر وضوحا باللغة الإنجليزية ستحصل انتخابات في كبك خلال الأشهر القليلة القادمة ويبدو أن الانتخابات العامة المرتقبة في المقاطعة ستكون ثلاثية الأبعاد وفق استطلاع جديد للرأي نفذته مؤسسة كروب وحصلت عليه جريدة لابريس فلقد نال الحزب الليبرالي في كبك 31% من تأييد الناخبين مقابل 30% للحزب الكيبكي و24% لحزب التحالف من أجل مستقبل كبك هذا الاستطلاع نفذ عبر الانترنت لصالح حزب التحالف وطال ألف مستطلع في الفترة ما بين 20 وال25 من هذا الشهر علما بأن عامل هامش الخطأ لا ينطبق على هذا النوع من الاستطلاعات الحزب الكيبكي تقدم في الاهتمامات وسط الناخبين الناطقين بالفرنسية يلي حزب التحالف ثم الليبرالي لكن هذا الأخير تسيد اهتمامات الناطقين بالانجليزية واللغات الأخرى من المتوقع أن تلتقي المستشارة الإلمانية أنجيلا ميركل الشهر القادم برئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عندما ستقوم بأول زيارة رسمية لكندا علما بأنها زارت البلاد أثناء قمتي الثماني والعشرين عام 2010 هاربر دعا إلمانيا بالصديق المهم والحليف الغالي لكندا وبأنه يتطلع للتحدث معها حول التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي كما يتضمن جدول الأعمال المفاوضات الدائرة حول الاتفاق التجاري بين كندا ودول الاتحاد الأوروبي وجه داريل ديكستر رئيس وزراء نوفا سكوشيا باسم مجلس الفيدرالية الدعوة إلى رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر لحضور الاجتماع القادم للرؤساء في هاليفاكس في نهاية شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم وذلك للتحدث في مواضيع الاقتصاد ديكستر قال بأن الدعوة وجهت وسننتظر الجواب علما بأن آخر لقاء مشترك تم في العام 2009 من جهته أشار جون شاري رئيس وزراء مقاطعة كابك إلى أن الحكومة الفيدرالية اتخذت مؤخرا العديد من القرارات التي تؤثر في أوضاع المناطق والمقاطعات لكن من جانب واحد وهذا ما يشغل بال الرؤساء إلى حد ما هذا وكان اجتماع رؤساء حكومات المقاطعات والمناطق القندية قد خرج بالأمس بالعديد من التوصيات المتعلقة بتحسين وتفعيل الرعاية الصحية وليركز على هدفين أساسيين العناية الأفضل بالمرضى وشراء أصناف معينة من الأدوية ذات الإسم العلمي أو ما يسمى بالأدوية البديلة وبكميات كبيرة في محاولة لتوفير الأموال وستتركز الجهود أيضا على كيفية الحد من صراع المناطق فيما بينها على استقطاب الأطباء والممرضات كيفية التكتل لشراء الأدوية لتوفير المال بالإضافة إلى مراقبة نوعية العلاج والرعاية ومن يقوم بها هذا ولم يكن الشق الصحي الموضوع الرئيسي الوحيد على طاولة مجلس الفيدرالية إذ شكل اقتراح مد خطوط أنابيب النفط من ألبيرتا إلى بريتس كولومبيا طبقا رئيسيا وحارا بامتياز خصوصا بعد تصاعد الخلافات بشكل علني بين مقاطعتي ألبيرتا وبريتس كولومبيا رئيس وزراء ساسكاتشوان اعتبر أنه من غير الواقعي صياغة سياسة الطاقة تتصدى لعقود من التباينات المناطقية مقترحا العمل معا لتقديم كندا كلاعب أساسي وأول حكومتا برينس أدوارد آيلاند ونيو برونزويك تريدان بناء خط من غربي البلاد إلى شرقها لينقل النفط الخام إلى المصافي هناك لكن بدون الدخول في صراعات رئيس وزراء كيبك جون شاري نأى بنفسه بالكامل عن الحرب الكلامية مع تأكيد الاهتمام بصياغة استراتيجية وطنية للطاقة لكن ليس بدون شروط شاري طالب بالاحترام الكامل لسيادة المقاطعات على هذا الموضوع وبأن دور الحكومة الفيدرالية يقتصر عند دعوتها للمنساهمة أقيمت أمس في موريال وتحديدا في مدافن نوتردام دينيج مراسم جنازة الطالب الصيني جون لين بحضور العديد من الأهل والأصدقاء وحتى من بعض العامة أعضاء الضحية المقطعة كانت قد رمدت في الحادي عشر من الشهر الجاري لتدفن في موريال بناء على رغبة الوالدة التي اعتبرت أنه سيرقد مرتاحا في المدينة التي أحب مبدية الشفقة حيال قاتل ابنها وعيدة بالعمل على إنشاء مؤسسة تعنى بمساعدة الشباب المضطرب في موريال وتحمل اسم الراحل جون لين انتهى الموجز شكرا لحسن المتابعة